مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب وكمان بهني حضراتكم بعيد الميلاد المجيد اللي بيحتفلوا طبعا بحسب التوقيت الغربي في 25 ديسمبر أو اللي هيحتفلوا في 7 يناير كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وأنتم بخير وبسلام مع كل أحبائكم وأسركم الحقيقة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها هي أن المسيح قد جاء إلى هذا العالم وأن حقيقة تجسد المسيح حقيقة تاريخية لا يستطيع أحد أن ينكرها وحقيقة وجود شخص اسم المسيح حقيقة تاريخية مؤكدة سواء من عند الذين يؤمنون أو حتى الذين ينكرون لهوت المسيح لكنهم لا يستطيعون أبدا أن ينكروا تاريخية شخص المسيح الحقيقة أن الله قد افتقد العالم الحقيقة أنه قد ولد لنا مخلص هو المسيح الرب عشان كده حلقة النهاردة هي حلقة بعنوان قصة ميلاد المسيح يمكن مش هتكلم كتير عن أمور دفاعية وردود على شبهات بقدر ما هتكلم عن القصة نفسها وحتى المشاهدين والمتابعين للقناة الحياة ولبرنامج عبر الكتاب من الخلفية الإسلامية يمكن بيسمعوا تراتيش من هنا أو هنا عن قصة ميلاد المسيح لكن ما يعرفوش القصة كقصة بحسب الرواية الكتابية وبحسب ما قدمها لنا الكتاب المقدس بالأخص في إنجيل متى أو إنجيل لؤى عش كده النهاردة هتكلم عن قصة الميلاد قصة التي تبهج القلب وتملأه بالسلام والطمأنينة أن الله في يوم من الأيام افتقد هذا العالم ودخل إلينا وجاء إلينا في شخص يسوع المسيح القصة بتبدأ بحسب إنجيل لؤى وأنا يمكن أركشت شوية على إنجيل لؤى النهاردة أنه بحسب إنجيل لؤى بتبدأ القصة وتقول لنا كان في أيام هيروديس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية وأمرأته من بنات هارون واسمها أليسابات وكانا كلاهما برين أمام الله سلكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليسابات عاقرا وكانا كلاهما متقدمين في أيامهما حدث وقصة ميلاد المسيح هي قصة تاريخية وعش كده الكتاب بيأكد لنا ومهتم جدا أنه يذكر كل ما يعني يعطينا اليقين أنها ليست خرافة أنها ليست بدعة من البدعة لكنه حدث من الأحداث التي تمت في زمان وفي مكان معين يقول لنا كان في أيام هيرودس ملك اليهودية وإحنا عارفين يمكن سمعنا عن هيرودس وقرينا عن هيرودس ويمكن الحلقة اللي فاتكلمت شوية عن هيرودس هيرودس الكبير كما نطلق عليه هيرودس الكبير يعتبر واحد من ملوك اليهودية والذي يعني عين ملك من القيصر لكي يكون ملكا على اليهودية سنة أربعين قبل الميلاد لكنه فعليا استلم الملك وحكم من سنة سبعة وتلاتين قبل الميلاد وحتى سنة أربعة قبل الميلاد هيرودس لم يكن يهوديا بحيث الجنس لكنه كان أدوميا من نسل أدوم من نسل عيسو وهناك عداوة كانت على طول ما بين نسل عيسو ونسل يعقوب وهذه العداوة ظهرت في الكتاب المؤدس على صفحاته الكثيرة ويمكن سفر عبديا من أكثر الأصفر بيكلمنا عن إزاي ربنا هيعاقب أدوم لأنه كان بيتعاون مع الأعداء لكيما يسلبوا شعب إسرائيل فكان كارها لليهودية لكنه عين ملكا لليهودية كان منحل من النحية الأخلاقية كان شخصا شكاكا كان شخصا عنيفا يحب الدم وسفك الدماء وعش كده ارتبط هيرودس بمسبحة الأطفال كويس لما زهب أمر بقتل الأطفال اللي في اليهودية ومن سنتين فامدون وعلشان غيرته على الملك أتى المراته المحبوبة لي وأتى الثلاثة من أولاده للدرجة أن القيصر قال وقتها عبارة فعلا تقدر تلخص لنا حياة هيرودس قال أنه أفضل لك أن تكون خنزيرا في بيت هيرودس من أن تكون له ابنا لأنه هيرودس يعني هاي بيحاول يتمثل وبيحاول أنه يعني يرد اليهود فبيحفظ النموس فمش هيكل الخنزير اللي في بيته لكنه ممكن يقتل ابنه اللي من لحمه ومن دمه كان في أيام هيرودس وهنا نحن نتكلم على آخر أيام هيرودس يمكن آخر سنة أو آخر سنتين من أيام هيرودس كان في كاهن اسمه زكريا كان في كاهن اسمه زكريا وزكريا من فرقة أبيا وعشان أوضح لحضراتكم العبارة دي معناها إيه كان في كاهن كلنا عارفين إنه كاهن بمعنى إنه من سبتلاوي من المسؤولين عن الخدمة في الهيكل الكاهنة الذين الرب اختارهم من سبتلاوي لكي ما يقوموا بهذه المسؤولية ومن فرقة أبيا فرقة أبيا الكاهنة اتقسمه بحسب أخبار الأيام الأول وأصحاح 24 كاهنة اتقسمه إلى 24 فرقة 24 فرقة وهذه الفرق الـ 24 بحيث إنه كل فرقة من الـ 24 ممكن تخدم مرتين في السنة لها الامتياز أنها تخدم مرتين في السنة بخلاف طبعا الأعياد والمواسم والاحتفالات الأخرى اللي كان فيها الكاهنة بيقوموا بالخدمة لكن على الأقل لكل فرقها يكون لها نصيب مرتين في السنة لأنه السنة 52 أسبوع بيبقى 48 أسبوع وهناك الأسابيع الخاصة بالأعياد وبالاحتفالات اليهودية ولما نقرأ في أخبار الأيام الأول أصحاح 24 نعرف إن فرقة أبية هي الفرقة المترتبة واللي وغدها رقم 8 بحيث الترتيب فرقة أبية ومعنى كلمة أبية أن الله أبي الله أبي فزكريا أنه اللي معنى اسمه الله يتذكر هو كان وقتها كاهن كويس وامرأته من بنات هارون بمعنى إن امرأته من أيضا النسل الكهنوتي ده اللي معناه إنه هي أيضا بنت كاهن من نسل كهنوتي واسمها أليسابات ومعنى اسم أليسابات بمعنى الله حلفي أو قسمي إنه الله حلفي أو قسمي اللي نعرفه عن هؤلاء يقول لنا كده طبعا حكلمنا عن هيروديس الملك لكن يجي عند زكريا كان من فرقة أبية زي ما بيقول لنا الكتاب زوجاته أليسابات من صبت لاوي من ناس لهارون أي بنت كاهن كان كلاهما برين أمام الله راتشس أمام الله بلا لوم بمعنى أنه من حيث كل الوصايا والشرائع كانوا ملتزمين بها سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم ولم يقول لنا بلا لوم مش معنى أنه بلا خطيئة لا بلا لوم يعني الإنسان اللي بلا لوم يعني الإنسان دايما اللي بيحافظ على حياته أن تكون نقية وبالتالي زكريا والإصابات يا ما أدموا عن أنفسهم زبائح تكفيرا عن الخطايا بحسب الشريعة الموسوية لم يكونوا متهاونين مع وصايا رب كانوا أمام الله برين الاتنين كويس لم يكن لهما ولد هيد المشكلة الكبيرة بتاعت زكريا والإصابات لم يكن لهما ولد وهنا الكتاب بيمهد لي القصة هنا أو رواية هنا هي تمهيد لميلاد المسيح فبيمهد لي زي نسميه نحن نقول المسرح الأحداث بيمهد لي اللي حصل قبل ميلاد المسيح أنه كان فيه كاهن اسمه زكريا وكانت مراته ولم يكن لهما ولد وأكتر من كده كانت الإصابات عاقرا سبب سبب عدم وجود ولد إنها كانت عاقر لكن هناك سبب آخر سبب آخر اللي اتنين كانوا متقدمين في الأيام وكأنه هنا لوء البشير بيرجعني إلى قصة إبراهيم وسارة بيرجعني إلى القصة اللي فيها كانت سارة عاقرا والاتنين إبراهيم وصارة كانوا متقدمين في الأيام كانوا متقدمين في الأيام يعني المشكلة مشكلتين مشكلة العقم ومشكلة التقدم في السن كويس بمعنى إنه مستحيل من كل النواحي الطبية اللي معروفة إنه يكون لهم ولد هناك استحالة استحالة في أن يكون لزكريا وإلى صابات ابن ده اللي بيقدموا الكتاب وده اللي بيقولولي عن زكريا وعن الإصابات لكن لما دخل زكريا بحسب الترتيب والأرعى للكهنوت فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله وهو لما دخل الهيكل عشان يقدم البخور كويس حسب الكهنوت أصبت القرى أن يدخل الهيكل رب ويبخر وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور وهناك حصل شيء عجيب فظهر له ملاك الرب ودي أول أول تحرك سماوي بعد 400 سنة من الصمت اللي يقرى فينا تاريخ اليهود وتاريخ العهد الأديم والعهد الجديد يعرف أنه هناك فترة صمت بنسميها أن الله صمت وأن هناك لم يكن هناك وحي ولا إعلان ولا زهور ملايكة ولا رسالة مباشرة من الله من بعد ملاخي صمت الوحي 400 سنة وده أول كسر لهذا الصمت أول إعلان سماوي بعد 400 سنة يظهر هنا ملاك الرب ويقول فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مسبح البخور وطبعا زكريا من حقه أنه يخاف لأنه دي أول مرة تحصل ولأنه ظهور ملاك لإنسان ده شيء مرعب ليس بالأمر السهل ليس ليس هو رؤية ولا حلم لا ده ظهور فعلي أنه رأاه بعينيه أمامه فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مسبح البخور فلما رأاه زكريا رد الفعل الطبيعي لأي إنسان عاقل لأي إنسان يخاف الله لأي إنسان مدرك لطبيعة الأمور السماوية أنه يخاف ويضطرب ووقع عليه خوف فقال له الملاك لا تخفي يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وإمرأتك الإسابات ستلد لك ابنا وتسميه يحنى وهنا بتيجي أول بشارة مفرحة لهذا الكاهن العجوز المتقدم في الأيام الكاهن الذي كان يصلي لسنين طويلة يمكن بعض العلماء بيقولوا إنه هو والإسابات كانوا يصلون أربعين سنة أربعين سنة لأنه لو خدنا متوسط العمر و في ذلك الوقت نعرف إنه الإنسان كان بيعيش حوالي ستين سنة يعني ده كان المتوسط ويمكن أقل من كده فلو قلنا اللي تجوز هو عنده عشرين سنة كويس وأربعين سنة وهو يطلب ويصلي هو والإسابات وهنا لينا دارس نتعلمه إنه زكريا بالرغم من عقم الإسابات وبالرغم من تقدم هما في الأيام إلا إنهم ما فقدوش الأمل إلا إنهم كانوا بيصلوا طول عمرهم لأجل هذه الطلبة ممكن يكون في لحظات من اللحظات في حياتهم فقدوا الأمل والرجاء ممكن يقولوا إحنا خلاص صلينا والرب ما شئتوا لنا إنه ما يكونش لنا ولد ممكن يكونوا أحبطوا ممكن يقولوا إن الرب ما سمعناش بقالنا سنين طويلة بنصلي لأجل هذا الأمر والرب لم يسمع ولم يستجيب وكانه لما يقولهم هنا الملاك لأن طلبتها قد سمعت وكان الرب هنا بيكلم كل واحد فينا بيقوله إنه كل طلبة بتطلبها وإنت أن الرب في تحقيقها لكنها مسموعة عند الرب كل طلبة مسموعة عند الرب عشكده المرنم قال رب يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر واحدة من صفات الرب إلهنا إنه يسمع الصلاة مش بس يسمع لسلواتنا لكنه أيضا يسمع لأنتنا الأنين الذي لا نستطيع أن نضعه في كلمات الصراخ الداخلي والألم الداخلي الذي لا نستطيع أن نعبر عنه بكلمتنا البشرية الرب الرب يسمع ويمكن عزيز المشاهد أو أخت المشاهدة بقالكم سنين بتصلوا لأجل شيء يمكن نفسكم في طفل يمكن بتطلبوا طفل بقالكم سنين طويلة يمكن فقطه الأمل والرجاء يمكن امتلاك اليأس والإحباط بس أنا عايز أقول لك من قصة زكريا ومن قصة اليساباط وقبلها من قصص كثيرة من قصة إبراهيم وصار ومن قصة رفقة ومن قصة رحيل ومن قصة حنة أم سموئيل كل هذه القصص كان هناك استحالة الإنجاب كان هناك استحالة أن يكون هناك طفل وعش كده الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله الله عندما يريد يكون وعندما يأمر يصير الله يسمع صلاتك الله يسمع أنينك وتلباتك ويمكن أنا حابب أعمل معاكو حاجة مش بنعملها دايما في برنامج عبر كتاب نحن نصلي نصلي الأجل الأجل كل الذين هم في ضيق كل الذين يطلبون من الرب وينتظرون الرب كل الذين يضعون طلباتهم أمام عرش النعمة وينتظرون كلمة من عند الرب إن كنت بتطلب نسل والدكاتري قاله لأ سنعايز أقول لك إنه ممكن بحسب ما شئته الرب يستطيع أن يقول نعم ويتمم هذه المشيئة إن كنت بتطلب طلبة من زمان على قلبك لأجل شخص في العيلة إن يعرف الرب ويتغير حياته ويصير ابن لله أنا عايز أقول لك إنه الرب بيسمع لطلباتك وزي ما اتقال لأم أغسطينوس التي قعدت سنين طويلة تصلي لأجل ابنها للدرجة إنها في يوم الأيام فقدت الأمل لكن الكلمات اللي سمعتها إنه إنه ابن الدموع لا يحلك بتصلي سنين لأجل ابنك أو تصلي سنين لأجل بنتك لكن كل هذه الطلبات كأنه الرب بيخزنها الرب بيخزنها الرب عرفها سمعها الرب قريب من الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق يسمع صراخ شعبه يسمع صراخ أولاده عش كده أنا عايزك النهاردة إنك تصلي معايا وأنا هصلي النهاردة من أجل كل أسرة بتطلب طلبة أن يكون لها ابن كل زوجين لم يمنح طفلا وبقالهم سنين بيصلوا لأجل هذا الأمر أنا هصلي معاك النهاردة ونوافق إن إلهنا الذي يصنع المستحيل والذي يحول ويغير الأمور ويدعو الأشياء الغير موجودة وكأنها موجودة يا رب أنا بصلي من أجل كل أخ وكل أخت من المشاهدين اللي بيشاهدون سواء على التلفزيون أو على السوشيال ميديا من أجل رب كل طلبة أن يكون يا رب لزوجين ابن أو ابنة يا رب أنا بشكرك لأنك أنت بتعطي بسخاء ولا تعير أنت الذي تستطيع أن تفتح يا رب رحم العاكر أنت الذي تستطيع أن تحل المشكلة أنت الذي تستطيع أن تأمر فيكون يا رب بنشكرك لأنك أنت الخالق اللي بتقلق من العدم اللي قال عنك أيضا يا رب إبراهيم عندما تحدث عنه بوليس وعن إيمانه أنه آمن بالله الذي يحيي الموت ويدعو الأشياء الغير موجودة وكأنها موجودة إلمس كل رحم عاكر يا رب إلمس كل مشكلة موجودة عند الزوج أو عند الزوجة وإكرم يا رب إكرم يا رب إكرم يا رب إنت أولادك يا رب إكرم يا رب كل شخص بيطلبك كل شخص بيلتمس وجهك كل شخص يا رب بيرفع قلبه إليك إنك يا رب تتدخل في ظروفه وتتدخل في حياته إكرم الجميع لأنك أنت أبو الكل وأعينه الكل إياك تترجب نشكرك لأنك عندما تعطي تعطي بسخاء ولا تعير وعندما تعطي تعطي بحسب غناك في المجد في المحبوب يسوع بنصلي وثقين يا رب أنك استمعت واستجبت ولك كل المجد آمين ناخد مدخلة من أخونا زكريا ألو سلام ونعمة سلام ونعمة أخي زكريا كيفك كل عام تبغير عيد ميلاد رب يسوع المسيح مزيد من أجلكم كل المشاهدين وطاق انتقمني لقناة الحياة وكل المشاهدين أشكرك وأشكرك على برنامج الأكاديمي عبد الكتاب وبرنامج التلمدق يعني أحسن برامج يعني كل القنوات برنامج راقي وأكاديمي يعني اعتمد على ألفاظ يعني مؤدبة وألفاظ أكاديمية شكرا يعني يعني تبين للمشاهدين الطريقة صحية طريقة رب يسوع المسيح يعني برنامج برنامج رائع يعني ويستحق المشاهدة وأن يصير يعني تصير عميد لكل التكاثير وكل القاساويس يعني شكرا شكرا برنامج رائع شكرا وما بالخصوص موضع الحلقة أيو يعني ميلاد الرب يسوع المسيح نذكر في أربعة أنازل ينزيل مثلا يوحن اللوق ومع قص يعني وكل حتى في في العهد القادم يعني ذكارة بلاد يسوع المسيح حسب إنجيل المتق أما ولادة يسوع المسيح حسب إنجيل المتق في الكتاب القدس فهو ما تكر حتى أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا مريم أمه مخطوبا ليوسف قبل أن يستم يحرق وجدت تحول من الرأس القدس في يوسف رجلها كان بارا ولم يسع أن يشاهر أراد تخليتها ولكن فيما هو في هذه الأمور إذن ملاك الرب قد هرق له في حلم قائلا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن المديح باللبي فيها فهو من الروح القدس فتستند ابن وتدعو اسمه يسوع لأنه يخفر شعبه من خطاياه وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من قبل من الرب بالنبي القائل رواد العذر تحبل وتلد ابن ودعونا اسمه المنوئيل الذي تسيره الله معنا شكرا يا شكرا يا زكري طبعا كل عام انت تغير عيد ميلاد مجيد ليك وللأسرة ولكل الأحباء وأتمنى لكل المشاهد الكرام يعني كل شاب يعني ترك الاسلام دي دي هاله و تبع تارك رب يسع أمين شكرا ليك شكرا ليك كل عام انت بخير شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك فإحنا هنا زي ما قلنا العالم أو الرب بيعيد بيعيد لمجيء المسيح ومن ضمن اعداداته في لمجيء المسيح هو أن يأتي يحنى لما نقرأ عن يحنى احنا عرفنا أنه قاتت البشرة لزكريا أنه هيكون له ولد وبعدين الملاك كمل بعد كده قال له ويكون لك فرح وابتهاج مين فينا ما بيفرحش عندما يولد ابن له كويس وكثيرون كلمة كثيرون هنا بمعنى أن الكل كل من يعرف زكريا كل من من يتقابل مع زكريا كل من يعرف قصة هذا الكاهن وامرأته وكثيرون سيفرحون بولادته بس مش بس كده أوقات كثيرة ممكن يولد ولد لكنه عاق لكنه غير مطيع لكنه غير مؤمن لكنه ممكن يبقى بيسلك في الشر لكن الابن اللي يولد من زكريا يكون مختلف هو يكون عظيما أمام الرب يا عظيما أمام الرب هذا الطفل اللي يولد من زكريا والإصابات هيكون عظيما أمام الرب وعش كده رب يسوع قال عن يحنى في متى 11 أنه أعظم المولودين من بين النساء عن يحنى المعمدان هيكون هيكون مش بس ابنك يا زكريا يكون كاهن لا 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 ده ابنك هيكون نبي ده ابنك هيكون أيضا الممهد لمجيء المسيح الذي يعد الطريق أمام المسيح كده يقول خمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح الكدس من بطن أمه هيكون مختار ومعين من قبل الله والرب هيملأ بالروح الكدس وهو في بطن أمه بعدين يقول ويرد كثيرين من بني إسرائيل رسالته هيكون لها تأثير إيجابي على على شعب إسرائيل هؤلاء الذين يسلكون في الشر وفي الخطية وفي الإثم هيرد كثيرين إلى الرب هيرجع ناس كتيرة يا زكريا لمعرفة الرب ما أحوجنا هذه الأيام إلى خدام مختارين ممسوحين ممتلئين من الروح الكدس يصنع بهم الرب عجائب في عالمنا وأنا أعلم كثيرين من الخدام الذين فعلا كرسوا حياتهم لخدمة الرب ومش بس خدام ناشئوا في بيوت مسحية لا هناك الكثيرين من العابرين الذين اختبروا نعمة يسوع المسيح وصارت حياتهم هي لخدمة الرب يسوع بصلي ان رب يملأهم اكتر من الروح الكدس ويستخدمهم اكتر الايام اللي جاية والسنين اللي جاية يقول ويتقدم امامه بروح اليا وقوته اليا يعتبر اعظم انبياء العهد القديم بل هو قمة الهرم في وسط انبياء العهد القديم اليا اليا لانه كان معروف بجبروته وبرسالته الوطحة وبعدم ما خفته اليا اللي الرب استخدمه بالصورة عظيم عش كده اللي هيجي النبي اللي هيجيه بقوة اليا بقوة وروح اليا ليرد قلوب الاباء ليرد الشعب للرب بعدما كان يعبد الاوثان وبعدما كانت ازابل تسيطر عليهم بالكهنة البعل وعبادة الاوثان استطاع اليا ان يرد قلب الشعب الى الرب عش كده والولعصات الى فكر الابرال لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا رسالة يحنى المعمدان هي تهيئ الشعب لمجيء المسايا تهيئ الشعب لمجيء المسايا دي كانت رسالته دي كانت خدمته اللي الرب دعاه علشان يتممها طب ليه اللي اتكلم عن يحنى المعمدان وعن ولادته لان ميلاد يحنى المعمدان مرتبط بميلاد المسيح من الناحية الزمنية دي واحد ومن ناحية ايضا المعجزية دي ناحية تانية ومن ناحية القرابة هناك ناحية تالتة طب من 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 حيث الرسالة وبداية وبداية دخول زكري 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 كيف اعلم هذا لان انا شيخ وامرأتي متقدمة في ايامها ازاي اعرف كده ازاي ده فعلا هيتم ازاي وزاي اعرف انه هيتم وانا عندي مشكلة مشكلتي اني اولا انا وامرأتي شيخ متقدمين في الايام شيخ متقدمين في الايام فاجاب الملاك وقال له انا جبريل الواقف امام الله وارسلت لأكلمك انا عندي رسالة واضحة من عند الرب لأكلمك وابشرك بهذا يعني اللي انا بقوله لك ليس هو كلامي يا زكري اللي انا بقوله لك هو كلام الرب الذي ارسلني لكي ما اخبرك به ناخد مدخلة الاخت في الريال ونرجع نكم الو الو اخ اشرف سلام ونعمة المسيح معك سلام ونعمة اخت في الريال وكل عام وانت بألف خير كل عام وانت بخير وميلاد السعيد وعام السعيد شكرا لك وكل العاملين وكل الكادر في قناة الحياة شكرك اشكرك وصلي من اجلكم ان يكون السنة القادمة انه سمار الخدمة اكثر واكثر بنعمة الرب امين لكل المشاهدين والمستمعين اللي بعد ما قبلوا الرب يسوع المسيح كرب وإله مخلص على حياته باسم الرب يسوع وصلي اخي اشرف انا لمس الكلمة لمست قلبي لمن حضرتك قلت انه الطفل يوحنة كان عظيما فاتخيل الطفل يوحنة كان عظيم اللي هو بشر عن الرب يسوع المتيح فما بالك عن الرب يسوع المتيح له كل المجد الله المتجسد اللي قسم التاريخ ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد العهد القديم والعهد الجديد انا ما عندي اي تعليق عن هذا الاله العظيم واللي انت حضرتك كفيت ووفيت الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع لكن بس اطلب واصلي ان تكون خيمة الميلاد ليس فقط في الشجرة والديكورات والهدايا في البيوت لكن تكون خيمة الميلاد في قلوب الناد في قلوبنا احنا وانه المسيح يولد في قلوبنا ونتخذ ربه اله مخلف على حياتنا واللي هو اسمه يسوع خلص شعبكم خطاياك وعما نقول الله معنا وكل عام وحضرتك بألف خير والعائلة وكل الكادر شكرا لك سنة القادمة بقوة الرب يسوع الله معك شكرا لك اخت فريال وكل عام وحضرتك والأسرة بكل خير وبسلام يعني انا فعلا بتشجع كتير من الأخت فريال وهي فعلا يعني يمكن انا ما قلت لهاش الكلام ده مباشرة بس وعمرنا ما تقابلنا يعني وجها لوجه لكن انا بحس الصدق والغيرة على على مجد الرب اللي موجود في حياتها فبصلي بركة ليها ولبيتها والخدمتها وكل ما تمتد لي يديها ربنا يباركك اخت فريال وحنا دايما بنسعد بيكي مش بس صديقة لقناة الحياة والبرنامج عبر الكتاب لكن كمان شريكة في الخدمة لمجد المسيح لان احنا كلنا كلنا خدام للمسيح شكرك زي ما قلت زكريا كان ردت فعلي وانه ازاي اعرف كده وانا رجل متقدم في الايام الملك قاله انا انا مش جايب اقولك من ذاتي الكلام دو انا بقولك الكلام اللي الرب كلفني ان انا اوصله لك دي بشارة انا بوصلها لك وعايز اقولك حاجة بقى عشان تعرف انه الرب يستطيع كل شي وان الرسالة دي جاي لك من رب وها انت تكون صامتا ولا تقدر ان تتكلم الى اليوم الذي فيه يكون الى اليوم الذي يكون فيه هذا لانك لم تصد كلامي الذي سيتم في وقته انت هتعد صامت هيصاب بي سموها ايه يبقى الصم لا يستطيع ان يتكلم لا يستطيع ان يعني يقول كلمة يفهمه هتظل صامت الى اليوم الذي يتم فيه هذا تسع شهور هيظل صامت لا يتكلم واذا تكلم يتكلم بالاشارة فقط في كل مكان هيكون موجود فيه في بيته خارج بيته لا يستطيع ان ينطق بكل ملاء انك لم تصدق كلامه الذي سيتم في وقته طبعا حوار دار ما بين زكريا والملاك وخرج زكريا خرج زكريا هو يعني دماغه بتلف خرج وهو متحير خائف منزعج متطرب عنده تزديق وعنده عدم تزديق عنده حيرة وعنده فرحة وعنده حزن مشاعر كلها مختلطة مع بعض شكده يقول لما خرج لم يستطع ان يكلمهم ففهموا انه قد رأى رؤية في الهيكل فكان يومئ اليهم وبقى صامتا وبقى صامتا شو بقى يقول لنا كتاب ايه ولما كملت ايام خدمته خلص خلص الخيم الجزء بتاعه اللي مسؤول عنه هو دخل الهيكل واتكلمه الملاك وخبره وخرج ما بيتكلمش وقام بالخدمة بتاعته الفترة بتاعته ما بيتكلمش ولما كملت ايام خدمته مضى الى بيته وبعد تلك الايام حبلت اليسابات بعد اللي حصل ده حصلت المعجزة المعجزة للرحم العاكر الذي لا ينجب والرحم الذي مع كبر الايام وصيرها شيخة كبيرة قد صار قبر لا يستطيع ايضا ان ينتج حياه لكنه بكلمة الرب حبلت يقول كده حبلت اليسابات زي ما الرب قال واخفت عن نفسها خمسة اشهر عرف لما تكون في خجل انه واحدة متقدمة في الايام ويحصل لها انها تحبل خجلانة خجلانة قعدت خمسة شهور خجلانة وبعدين قالت هكذا قد فعل بي الرب في الايام التي فيها نظر الي لينزع عار بين الناس عدم الانجاب في ذلك الوقت كان نوع من العار شيم لي لان المرأة اي مرأة في العهد القديم كانت يعني شو قلبها ان يأتي المسية منها فعدم انجابها معناه انها لن تكون لها نصيب في مجيء المسية وعدم انجابها ايضا يعني ان ان هناك في خطية هكذا كان العالم يفكر لكن عشكده كتاب قال لنا من البداية انهما كان برين وبلا لوم وبلا لوم وبلا لوم امام الرب فعدم انجابها ليس نتيجة خطية وليس عقاب من الله يا ما ناس كتيرة بتفكر انه انا بصلي لاجل الامر ده وبما انه الرب ما تدهونيش لحد الوقتي يبقى اكيد انا خاطئ يبقى اكيد الرب بيعقبني اوات كتير الافكار دي بتبقى غلط زي ما تلميذ المسيح لما شافوا المولود اعمى سألوا المسيح اهذا اخطأ ام ابواه لانه ملهاش حل تاني انه واحد يولد اعمى قالهم لا هذا اخطأ ولا ابواه ولكن لكي يتمجد الرب فيه اوات كتير الرب بيبقى ليه مشيئة انه يتمجد بطريقة معينة وعش كده يقول هنا انه هي حسد هي كانت السنين اللي فاتت اللي بتصلي فيها كلها كانت حسة بالعار والخجل لانها لم تنجب لكن الرب نزع هذا العار ويعطيها ابن كل ام تتمنى ابنها يكون زي يحنى في اليهودية ابن تفتخر بيه تفتخر بخدمته تفتخر برسالته تفتخر بتأثيره الايجابي تفتخر بانه هو اللي رابط العهد القديم مع العهد الجديد هو حلقة الوصل ما بين الاثنين عشان كده كل انبياء العهد القديم تحدثوا عن يسوع لكنهم لم يروا يسوع الا يحنى يحنى تحدث عن يسوع لكنه رأى يسوع هو اللي رابط ما بين العهد القديم ومن العهد الجديد هو اللي شاف المسيح بل هو الذي عمد المسيح لكما يبدأ خدمته العلنية لين هناك كتاب بعد هذه الاحداث بتأتي البشارة بميلاد المسيح بعد ست شهور قلنا الكتاب انها قعدت خمس شهور مخفية الامر الاسابات قعدت خمس شهور مش عايزة حد يعرف انها حامل لكن بعد ست شهور وفي الشهر السادس من حملها كويس ارسل جبرايل الملاك من الله هنا 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 يبدأ التركيز على حاجة اخرى مهمة هي دي الاساس الاساس هنا هو مجيء المسيح وان رسالة يحنى هي اعداد وتمهيد لمجيء المسيح وفي الشهر السادس ارسل جبرايل الملاك من الله الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة ودي في الشمال تبعد عن مدينة بيت لحم وعن مدينة ارشاليم في الجنوب حوالي مية اتنين وخمسين كيلو الملاك راح الى مدينة الناصرة الى عزراء مخطوبة للرجل من بيت داود اسمه يوسف والخطوبة في ذلك الوقت تعتبر زي ما احنا يعني بنسميها يمكن في علامنا العربي او في مجتمعاتنا الشرقية كات بكتاب انها توثيق انها تفك بالطلاع كويس بحسب التقاليد اليهودية انها متزوجة لكن لم يتم المعاشرة يعد البيت يجهز البيت لكي ما تكون مع زوجها كويس لكنها مخطوبة لرجل من بيت يوسف من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركة انت في النساء وهنا دي رسالة دي رسالة يعني جميلة رسالة مليانة نعمة وسلام وانا الملاك بيدرك انه واقف امام هذه الفتاة العذراء العذراء القديسة القديسة مطوبة لكي ما يخبرها باهم حدث هيحدث حدث هيغير حياتها بل هيغير العالم كله حدث دخول الله الى العالم في يسوع المسيح عشان كده يقول لها سلام لك سلام لك ايتها المنعم عليها انه من وجدت نعمة عند الله يا من لك نعمة عند الله يا من ينظر اليك الرب نظرة النعمة والاحسان المنعم عليها الرب معك مباركة انت في النساء مباركة انت لانه الرب اختارك لانك انت الوحيدة التي رأى الرب انها تستأمن على اعظم عطية عشو كده فلما رأته اضطربت من كلامه وده زي ما قلت ردت فعل اي انسان بيخاف الله بيخاف الله وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية زي ما واحد يجي لك يقولك كلام عظيم جدا فانت فانت تفكر انه وراء هذه التحية اكيد في حاجة اكيد في حاجة ما عسى ان تكون هذه التحية فقال لها الملك لا تخاف يا مريم لانك وجدت نعمة لها المنعم عليك وهنا يقول لها انك وجدت نعمة عند الله وجدت نعمة عند الله وهانت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع ده الخبر اللي ممكن يبقى صادم صادم لمريم هانت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع لو وقف الحد هنا ومشي كان ممكن الكلام كان ممكن مريم تفكر اوكي انا هالد احبل والد ابنا يمكن لما اتجاوز من يوسف هالد واحبل والد ابنا لكنه مالاك الرب موقفش هنا مالاك الرب حاب يقدم الصورة كاملة لمريم وينزع كل نوع من الشك ويعطيها كل الاجابات اللي محتاجاها عن هذا الامر يقول لها ايه هذا يكون عظيما هو اعظم من يحن ده هو رب يحن يحن نفسه شهد عنه قبل كده وقال انه من كان قبلي صار قدامي كلم عنه انه انا لا استطيع ولا استحق ان انحني واحل سيور حزائه ده ده اللي قاله عن عن يسوع المسيح يقول لها هذا يكون عظيما وابد العلي يدعى ده هيكون عظيم جدا وفي نفس الوقت هو ابن العلي ابن الله ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه هو الملك اللي وعد الرب به داود من زمان وقال انه لن يزول قضيب ولن يزول كرسي داود الى الابد حتى يأتي المسيح انه ابنك يا داود هيجلس على كرسيك الى الابد بعدين يقول هنا ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملك النهاية كل الذين ملكوا على بيت يعقوب كان لملكهم نهاية حتى داود كان لملك نهاية لكن الوحيد الذي ليس لملكه نهاية هو شخص رب يسوع نعم هو يملك الان روحيا يملك روحيا على حياة المؤمنين يملك روحيا على الكنيسة لكنه ايضا رب الرب الذي يصنع كل الاشياء الرب الذي يسيطر على كل الاحداث الذي في مجيئه التاني ايضا يعلن ملكه ويعلن ملكوته يكون لملكه ولا يكون لملكه نهاية سؤال الطبيع اللي ييجي عندي مريم فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا ازاي دا هيتم عمرنا ما سمعنا عن حاجة زي كده كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا انا لست متزوجة الطبيعي ان الرجل والمرأة المتزوجان من خلال العلاقة الجنسية بينجب اطفال دا الطبيعي اللي متعودين عليه كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا الاجابة كانت من عند الرب فاجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله يا مريم انت مش هتولدي بطريقة طبيعية والابن اللي هيخرج واللي هيولد لن يكون ابنا اتى بالطبيعة الامور الطبيعية رجل وامرأة لكن دا هيكون حلول الروح القدس عليك وقوة العلي تضللك هو هو دا التجسد التجسد الالهي ان كلمة الله الادلي ارتضى ان يأخذ جسد انسان ويدخل به الى عالمنا وعشان اشجعك يا مريم واقولك انه الامور اللي انت بتفكري فيها المستحيلة دي الرب بيعمل امور مستحيلة كثيرة حواليك عشان اشجعك اهقولك وهو ذا الاسابات نسيبتك هي ايضا حبلة بابن في شيخ خطها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله ما اجمل هذه العبارة لا لا يوجد شيء غير ممكن عند الله كل الاشياء ممكنة لا يوجد مستحيل عند الرب لا يوجد مستحيل عند الرب كل واحد فينا يقدر يختبر الاختبار ده يا ما اوايت كتير الدكتور بيقول كلمة نهائية لكن الرب بيكون لأمر تاني وانا عايز اشجعكم وانا اتشجعت خلال الشهرين اللي فاتوا احنا لينا اصدقاء ومن ضمن اصدقائنا الغليين علينا اسرة لكن الزوجة لسبب او لاخر اغم عليها وعبال ما جي ال الاسعاف وكده في ثواني كانت فقدت الوعي والتنفس بتاعها هبط لدرجة خطيرة جدا وحتى بدأ جسمها يعني يزرق ويتشنج مهم خدوها فاقدت الوعي في كومة وعشان الاكسجين بتاعها كان قليل او يحطوا لها التنفس الصناعي وقعدت في كومة اتناشر يوم اتناشر يوم مفيش خبر كويس كان بيتقال من كل الاطباء كل الاستاف الطبي اللي حواليها كان مفيش اي خبر كويس في اليوم الاثناشر بالليل قبل ما الاقرباء والاحباء القريبين منها المسموح لهم ان يكونوا فوق معاها في المستشفى الدكتور دعاهم وقال لهم من فضلكوا ما تمشوش بعيد لانه انا اعتقد انها مع الصبح مش هتكون موجودة مع الصبح هتكون ماتت طبعا كلهم نازلينوا من عند من فوق دموع البكاء لكن كان كتير بيصلوا لاجلها كان كتير بيصلوا لاجلها الليلة دي نفسها اللي الدكتور قال انها مش هتعيش هي دي الليلة نفسها اللي رب زارها زيارة خاصة ونفخ فيها حياة جديدة وعلى الصبح على الصبح استطاعوا ان يشيلوا جهاز الفنتليتر وبدأت جسمها يستجيب وبدأت الاجهزة عندها تشتغل وبدأ المخ يرجع مرة تانية لان الرب لما يقول حاجة بيعملها الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله وده اللي قالوا هنا الملاك انا عايز اقولك ان ربنا بيصنع معجزات حواليك يا مريم كبيرة جدا انت اهيئة لصبات اللي انت تعرفيها الشيخة الكبيرة التي لا تنجب ابدا هي حامل وفي شهرها السادس عشال كده قالت له مريم هو ذا انا امت الرب ليكن ليك قولك فمضى من عندها الملاك ونعرف زيارة مريم لالصبات لكن هاختم الدقيقة دي بكلام مريم ترنيمة لرنمتها مريم قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لانه نظر الى اتضاع امته فهو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني لان القدير صنع بيع ضائم واسمه قدوس ورحمته الى جيل الاجيال الذين يتقونهم صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكرة قلوبهم انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتدعين اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين عدد اسرائيل فتاة ليسكر رحمة كما كلم اباءنا لابراهيم ونسله الى الابد هذه هي تسبيح العظيمة تعظم نفسي الرب في ميلاد المسيح نرى المستحيل قد اصبح ممكنا في ميلاد المسيح نرى ان السماء اقتربت الى الارض في ميلاد المسيح نرى الاله الذي يسمع صلوات شعبه في ميلاد المسيح ندرك ان الله هو عما نقيل الله معنا ليس الاله البعيد المتعالي الذي لا نعرف عنه شيئا والذي نعيش جسد او فقط ان احنا نرضيه ونخافه في كل امور حيات لكنه الاب المحب الذي يسمع لاناتنا ويسمع لصراخنا ويستجيب لنا ويحقق امالنا انه الاله القريب جدا منك واحنا هذه الايام بنحتفل بذكرى الميلاد عايز اقول لك ان اسمه عما نقيل الذي تفسير الله معنا الله معك الله في ديقك الله قريب جدا منك كل سنة وحضراتكم بكل الخير والسلام